ليس من الضروري شراء تلفاز كبير خصوصا في الصلاة الكبيرة في الواقع يمكنك الاكتفاء بجهاز صغير وسيشكل إضافة مميزة في مكان تواجده لكن عليك أن تعرف بالطبط ما هو الجهاز المناسب لك وإلى أي علامة تجارية يجب أن تلجأ وهذا هو الغرض من هذه القناة وهو مساعدتك في اختيار التلفاز المناسب بدون أن تتعرض للخداع أو التضليل في هذه الحلقة سوف أقدم لكم واحد من أفضل وأصغر وأرخص أجهزة التلفاز من TCL لسنة 2023 حجم هذا الجهاز هو 32 بوصة بدقة Full HD مدحم بنظام Android TV وفي هذا الفيديو سأستعرض عليكم تجربة الفاردة من نوعها مع هذا الجهاز بالتفصيل المبسط الآن قد تتسألون لماذا قمت باختيار تلفاز TCL عليك أن تعرف أن TCL تحتل المرتبة الثانية عالميا في بيع أجهزة التلفاز في الحقيقة أجهزة تلفاز TCL تتصدر المراكز الأولى في أهم عملية البحث على منصة اليوتيوب ولكن أولا وقبل كل شيء نستهل هذا الفيديو بفتح علبة التلفاز والتعرف على أبرز القطع المرفقة وهي على الشكل التالي دليل المستخدم أوراق الضمان قطعتين من حامل التلفاز مجموعة من البراغي من أجل التثبيت ألياف الأوديو فيديو بطاريات جهاز التحكم عن بعد بخاصية المساعد الصوتين من جوجل وأزرار الإختصار نيتفلكس يوتيوب برايم فيديو بينما أقوم بتركيب المنصة ادعم القناة عبر الاشتراك وذلك أن 90% من المتابعين غير مشتركين فقط للتوضيح TCL لم تدعم هذا الفيديو عبر توفير هذا الجهاز ولكن هذه القناة مدعمة فقط بمتابعتكم لها الآن لنستعمق قليلا في لغة التصميم TCL تعتمد على تصميم بدون حواف من ثلاثة جهات وهذا يمنح الجهاز أكبر نسبة مشاهدة في إطار الشاشة أما جودة الخامات فهي محترمة حتى جهاز التحكم مكون من مواد عالية الجودة ويمكنك الإحساس بها كلما لمست جهاز التحكم بيدك من الخلف التلفاز يدعم مجموعة من منافذ الاتصال على الشكل التالي منفذ جاك من أجل الصوت منفذ أوديو فيديو اثنان منفذ HDMI أوبتيك منفذ المستقبل الرقم المدمج منفذ الهوائي منفذ الإنترنت واحد USB كذلك يدعم التعليق على الحائط من خلال أربع ثقوب الشيء المميز في هذا الجهاز هو الغطاء الخلفي المصنع من المعدن وذلك من أجل امتصاص الحرارة المنبعثة من الجهاز وهذه حركة ذكية من تساء للمساهمة في عدم تلف المكونات الداخلية مثل هذه التفاصيل الصغيرة تشكل فرقا كبيرا بينما بعض الشركة تسعى إلى التقليص في جودة المواد المستعملة تساءل تركز في الرفع من الخامات المكونة لأجهزتها ورغم صغري التلفاز إلا أنه يقدم قيمة مضافة في مكان تواجده وينسجن بشكل جميل في المحيط المتواجد به كما أنه مناسب للغرف الصغيرة مثلا غرف النوم مما يجعله متعدد الاستعمالات هذا الجهاز من تساءل يشغل بنظام أندروي تيفي الإصدار 11 يدعم التحديثات وحماية المعلومات معزز بمكتبة جوجل بلاي من أجل تحميل مجموعة كبيرة من التطبيقات والبرامج كما أن عملية التنقل بين الأوضاع والإعدادات عملية سلسة وسريعة زيادة عن كل هذا فهو يتوفر على اللغة العربية مما يجعل استخدامه عملية سهلة ومن المزايا الدكية الأخرى هي كروم كاست لمشاركة محتوى الهاتف مع التلفاز لن أتعمق في الحديث عن نظام الأندرويد ولكن سأركز على ما يقدمه الجهاز على مستوى الأداء والمكونات وبالنسبة لأداء التلفاز على مستوى الصورة الجهاز يعاني قليلا في توزيع الإنارة الخلفية مما يشكل ظاهرة ليست بالشيء المقلق ولكن بالنسبة للبعض الذين يهتمون بالتفاصيل الدقيقة قد تكون مزعجة أما تدرج اللون الرمادي فهو جيد مما يعني أن هذا الجهاز يستطيع عرض التفاصيل المخفية في الضلال وإبراز المشاهد الساطعة ويمكنك معرفة ذلك من خلال رؤية الإعمدة الثلاث في اللون الأسود ما يعني أن التلفاز قادر على عرض مستويات مختلفة من اللون الأسود ونفس الكلام في عرض اللون الأبيض كذلك فيما يتعلق باللون الأسود فالتسائل تعتمد على خاصية تطلق عليها مايكرو ديميك من أجل تحقيق اللون الأسود غامق من خلال منع تسرب الإنارة الخلفية في الصورة المظلمة مرورا بألعاب الكونسول ورغم أن هذا الجهاز ليس مصمم لهذا النوع من التجارب إلا أن الأداء جيد فجودة الرسومات محترمة والألوان واضحة حتى عند التنقل في الضلال الجهاز قادر على الاحتفاظ بالتفاصيل وعرضها بشكل جيد أيضا يدعم وضع الألعاب إلا أنه يتم تفعله بشكل يدوي أما معدل الاستجابة فهو 6.5 ميلي في الثانية وهو رقم لا بأس به أما إذا أردنا الحديث بطريقة تقنية فإليكم ما يلي هذا التلفاز معزز بشاشة من نوع VA القادرة على عرض مستوي التباين عالية التي تصل إلى 3000 مقابل واحد أما نسبة السطوع فهي 120 نت ونشير إلى أن الشاشة تأتي بعمق ألوان 8 بت تستطيع أن تولد 16.7 مليون درجة من الألوان علاوة عن معدل تحديث سيتون هيرز تسي أل لا تقف عند هذا الحد بل قامت بدمج خاصية الـ HDR10 للاستفادة من مشاهدة الأفلام أو البرامج عبر خدمات البات يوتيوب برايم فيديو أو ديزني بلاس والجهاز يتعرف على أي فيديو يتضمن هذا النوع من النمط ويشغله بشكل تلقائي وأخيرا الإنار الخلفي المستعمل هنا هي الـ Direct LED التي ستعزز من زوايا الرؤية حتى لا تفقد الألوان وضوحها كل هذا يشتغل من خلال معالج TCL التي تطلق عليه IPQ Engine 2.0 حيث تدعي TCL أن هذا المعالج يعمل من خلال الذكاء الإصطناعي القادر على التعرف على الوجوه والمشاهد والقيام بالتغييرات المناسبة حسب المحتوى وهو من نوع ARM Cortex A55 لا يمكننا الحديث عن الصورة بدون الحديث عن الصوت TCL تقدم في هذا التلفاز قناتين صوتية بمجموع 16 واط أي 8 واط لكل قناة وإذا كان هذا العدد قليلا يمكنك دائما شبك الجهاز مع سماعات أو مكبرات صوت خارجية عبر البلوتوت علاوة عن ذلك فهو مرخص من قبل مختبر الدولبي العالمية في معالجة الصوت بنمط Dolby Audio وDigital Plus وDTX الآن لنوضح بعض الأشياء أغلب هذه العناصر التي ذكرتها ليست بالشيء الجديد فهي التكنولوجيا يعود ابتكارها في السنوات الماضية ولكن الشيء المميز هو طريقة تجميع هذه المكونات مع بعضها لتعمل بكفاءة عالية وانسجام لا نتحدث فقط عن القيمة مقابل السعر ولكن في الطريقة التي استطاعت في هذه السائل تجميع أفضل القطع في جهاز واحد كل هذه المزايا المكونات في جهاز لا يتجوز سعره بتاريخ تنزيل هذا الفيديو 1500 درام في المغرب أيضا هو متواجد في مقاسات 40 و43 بوصة مما يقدم خيارات متعددة أما القيمة مقابل السعر فTCL تتفوق بشكل كبير على ما هو متواجد بالأسواق وهذا يجعله مثليا وهذا كل شيء فيما يتعلق بهذا الجهاز أما إذا كانت لك أسئلة وتود مشاركة تجربتك مع هذا التلفاز فيمكنك كتابتها جهة التعليقات وسوف أحاول الإجابة عليها شكرا على المتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله